موسيقى جولة جديدة بين الصحف العربية والأجنبية نستعرض فيها أهم ما حملته من عنوين ومقالات في حلقة جديدة من برنامج وقال القلم والبداية مع منشت بداية منشت لهذا اليوم مع صحف دماشق التي صدرت إسقاط التحالف الأمريكي لإحدى الطائرات السورية نصرة لتنظيم داعش الإرهابية كما ركزت على العمليات الميدانية للجيش العربي السوري على أكثر من محور فنقرأ من صحيفة الثورة السورية أهم ما جاء فيها من عنوين الجيش يستعيد محمية لتليلا بريف تدمر الشقي ويستهدف برمايات مكثفة محاول تحرك داعش بدير الزورة التحالف الأمريكي يؤذر داعش باستهداف إحدى طائراتنا في الرصافة قيادة الجيش تحذر من تدعيات العدوان يفضح نيات واشنطن الخبيثة القوات الإيرانية تستهدف بضربات صاروخية مواقع ومقرات لقيادة داعش في دير الزورة المعارضة التركية يجب إحالة أردوغان إلى محكمة الجنايات الدولية النظام السعودي يعتزم تصفية أزلام قطر من معارضة الرياض وأيضا المشيخات تتبادل الاتهامات وترفع صقف التهديدات وواشنطن تستثمر في الإرهاب القطري مجددا نبقى مع صحفنا المحلية وآخر التطورات الميدانية المتسارعة والتي تأتي بالتزامن مع التحضير للقاء أستنى فنقرأ من صحيفة الوطن السورية أهم ما جاء فيها من عنوين الجيش يواصل دحر داعش في أرياف حمص وحمى والرقة هدنتنا صامدة ودعوات دولية للميليشيات لتلتزم مصالحة درعا تشمل كل المدينة السعودية تستعد لإبعاد حلفاء قطر من العليا للمفاوضات نواب الشعب متفائلون بأستنى خمسة وأزمة الخليج لن تؤثر عليها التحالف يستخدم أجانب في الرقة وغاراته تقتل 3962 مدنيا وأيضا ترجحات بفوز ماكرون بأغلبية صاحقة في الانتخابات التشريعية الفرنسية صحف بيروت الصادر هذا اليوم ركزت على أبلز حدثين سياسيين داخليين الأول استئجار بواخر الكهرباء والثاني تنظيم طاولة حوار في قصر بعبدة بينما طغى عليها عربيا الوضع الميدني في سوريا وعلى الحدود مع العراق فنقرأ من صحيفة الأخبار اللبنانية أبرز عنوينها لهذا اليوم بواخر الكهرباء تعود إلى الحكومة بسائل إيرانية عابرة للحدود الطريق إلى دير الزور تضييق ماكرون يختطف فرنسا والاشتراكيون إلى المتحف جدار برلين خليجية مفاوضات سعودية إسرائيلية للتطبيع محادثات بريكس تبدأ اليوم وسط تحذيرات محافظة لمية وأيضا الإمارات تدعو الغرب إلى مراقبة قطر نتابع مع عنوين صحف بيروت التي أيضا طغى عليها دوليا الانتخابات التشريعية الفرنسية فنقرأ من صحيفة البناء أبرز ما حملته عنوينها لهذا اليوم من تحليلات التجاذب السورية الأمريكية ينتقل إلى الشمال بإسقاط طائرة سورية بعد نجاحات الجيش في الرقة الصواريخ الإيرانية العابرة تستهدف داعش في دير الزور والسيطرة على الحدود حسيمة حزب ماكرون والجمهوريون يكتسحان الجمعية الوطنية ولوبان تحصل على مقاد فيها للمرة الأولى مناورات إيرانية صينية في مياه الخليج إيران تحبط مخططا إرهابيا كان معدا للتنفيذ في ليالي القدر ضريف يبدأ جولة في شمال إفريقيا أكثر من 25 شهيدا في مجزرة للتحالف السعودي على سوق الماشنة غرب الصعدة اليمنية وأيضا بيونج يانج الاستخبارات الأمريكية سرقت حقيبة دبلوماسية لنا ننتقل إلى صحف الأرض المحتلة وأهم ما جاء فيها من تطورات رصدتها في الداخل الفلسطيني والتي جاءت عبر عنوين صحيفة الأيام المقدسية فنقرأ أبرز ما جاء فيها 150 شرطيا إسرائيليا يقتحمون المسجد الأقصى ويعتدون على المصلين واقتحام جديد للمستوطنين شرطة الاحتلال تواصل استفزازاتها في القدس ونتنياهو يصاعد حملته التحريضية ضد السلطة قانون يمنع العليا الإسرائيلية من بحث اعتراضات الفلسطينيين ترامب يندد بما يتعرض له من اضطهاد ومحاميه ينفي وجود أي تحقيق في شأنه وأيضا القوات العراقية تقتحم المدينة القديمة في المنصل ننتقل مشاهدين إلى صحف بغداد وأهم ما جاء فيها من رصد للعمليات العسكرية المتسارعة فيما يخص تحرير أيمن الموصل فنقرأ من صحيفة الصباح الجديد العراقية أبرز عنوينها لهذا اليوم العمليات المشتركة تعلن انطلاق عمليات الحسم لتطهير ما تبقى في أيمن الموصل العباد يدعو السياسيين للكف عن لغة التسقيط ويحذر من الحروب بالنيابة مقتل سبعة وعشرين إرهابيا وتدمير مضافات ومعملين للتفخي غربي البلاد بعد القيار أهل العليل يستعدون لطرد عائلات داعش القوات العراقية تعرض على عناصر داعش الاستسلام مقتل ضابطي شرطة وثلاثة مجندين بالعاصمة المصرية إصابة أكثر من خمسمائة جنزية تركية بالتسمم وأيضا الأمين العام للأمم المتحدة يسمي مبعوثا جديدا لليبيا إلى هنا مشاهدين ننهي معشات وننتقل إلى تقريران لأهم ما تناولته أقلام الكتاب في إصدارات اليوم نقرأ من صحيفة الأخبار اللبنانية فيما يكثف الجيش السوري وحلفائه عملياتهم عبر مختلف المحاور تمهيدا لطرق أبواب دير الزور أخذت أجواء التصعيد منحا متزايدا مع قيام التحالف الدولية بإسقاط طائرة سورية أمس فيما جاءت الأنباء عن دخول الصواريخ الإيرانية على خط الحرب ضد داعش لتكمل رسم المشهد ومن افتتاحية الخليج الإماراتية نقرأ اجتماعات جينيف لن تشهد تحولات بارزة في المواقف لأن ما يجري في الميدان هو الأساس وما يتفق عليه من بيدهم الحل والربط هو الذي يحدد الاتجاه باستثناء ما يتردد عن تعديل في وفد الهيئة العليا في المفاوضات معارضة واحتمال إقصاء جماعة قطر والأخوان عن الهيئة واجتماعات جينيف سبعة وأستنى خمسة هي عدة الشغل اللازمة عندما يحين أوان الحل أما الآن فمهمتها التأكيد على أن التسوية لم تموت قال محي الدين المحمد في تشرين السورية لقد انكشفت كل خيوط المؤامرة وبات داعم الإرهاب يفضحون أدوارهم بعد أن فشل مشروعهم المشبوه وأعتقد أن معظم من غرر بهم وحملوا السلاح ضد الدولة يفكرون في العودة إلى لغة العقل والتحرر من سطوة داعم الإرهاب وتجاري الحرب الذين تاجروا بحياة البشر على انتداد السنوات الست الماضية رسائل صاروخية إيرانية استهدفت الإرهاب في دير الزور شكلت تحذيرات ناعمة لا أكثر وكانت واضحة في هدفها ما بعث برسائل واضحة إلى واشنطن بعد خطواتها اللامحسوبة على الأرض السورية جاء ذلك مع التقدم المستمر للجيش العربي السوري الذي سطر بإنجازاته تحولا نوعيا في الميدان انطلق من البادية فأربك حلفاء الإرهاب ومموليه وأسقط بضلاله على المستجدات السياسية مع اقتراب أستنى خمسة كبوابة تنبئ بقلبا للموازين سيحمله جناب جديد بحسب المراقبين التطورات السياسية أنقشها مع ضيف من حلب الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء المتقاعد هيثم خليل أهلا بك يا أهلا وسهلا بك ومشاهدين الكرام شكرا لك بداية سيادة اللواء إسقاط الطائرة السورية جاء في سياق سلسلة خطوات تصعيدية أمريكية وهي طبعا تلت استمرار تقدم القوات السورية وعلى رأسها أيضا نشر منظومة هيمارس الصاروخية في التنف ما الهدف من هذا التصعيد الأمريكي اليوم السيدة في التصعيد الأمريكي ليس وديدة اليوم إذا تزاعد من أكثر من شهر لما اتجه الجيش باتجاه البادئة والحدود العراقية فصار استاطنار أو ضرب بعض المواقع السورية بحجة اقترابها من القوات العراقية التي هي أصلا موجودة على العرابي السورية بشكل غير رسمي يعني قوة احتلال يعني بما معنى سفاقة سياسية مصر وعلى شليل يعني أنت بأرضنا وإذا كنت تقول عنده أنا نحن عم نقترب منك ضمن أراضينا فهذا بيأتي بهذا السياف هو استمتاز القوات السورية عذا والعذا تغير من سياستها وفي جلس تقدم القوات ضرب الطيارة السورية طبعا هذا حدث جديد لم يصبحوا لهم مثيل لأنه قوات التحالف الموجودة ضمن سوريا قوات تحالف غير شرعية حتى كان على الأرض أو بالتماء تحالف غير شرعي يعني معناها بغير موافقة الدولة السورية بينما الطيارة الروتين الذي يستون فيه والوجودة الإيراني هو بطلب من الحكومة السورية الرسمية يعني شرعي مية بالمية لكن هذه السابقة الطائرة لم تحدث سادقا وأنا أتوقع يعني للشخص أنه رح يكون في يعني في رد معين مشارك يكون على السماء ممكن يكون على السماء ممكن يكون على الأرض لكن هذا هو مكمل تبطيح خلينا نقول أو توقيف القوات السورية المهاجمة اللي وسط تقريبا إلى الرقة بالطبقة والرقة والثنف وانتجاه المكمال المكمال والميادين العقوات العراقية هذا الأسبوع ممكن تدخل عنهم سيدة الهواء هذا الكلام هني عم يحاول يفهمون أنه نحن ممكن نضرق لكن هذا الكلام غير صحيح نعم نحن نقول أنه أمريكا ليست تقوى ولا تفخر والتاريخ في شواهر كثير على هذا الكلام نعم لكن أبا اعتقادي لازم يكون بضرب أو تحرك عسكري ردا على ضرب الصائحة السورية لأن الحادثة لم تكون غير مطلوقة ونأتوقع فيه شيء بهذا الحديث هذا الكلام بهذا الاتجاه يعني أيضا في ظل مواصلة الجيش العربي السوري وحلفائه ما أطلقت عليه الصحف يعني تعبيد الطرقات نحو دير الزور على مختلف المحاور كيف تحلل المشهد الميداني في سوريا وأيضا ما هي إنعكاساته سياسيا سيدتي السياسي اللي توقف بعد الأكتانة أربعة وتحديد مناطق خفض التوتر المعروفة سابقا أدت إلى رياحها أو دعم للجيش العربي السوري بتحويل بعض قوات الموجودة حول مناطق خفض التوتر وتوجيها باتجاه البادي اتجاه البادي وحلول العراقية سيدتي ما في عنا نحن مناطق يعني قابلة أو متأثر عنا عنا أربع طرق مهمة بالبادي والشرق السوري هي الميادين والبوكبان والرقة ودير الزور هذول أربع نقاط مهمة يعني بيكفي الجيش سيدتي يأخذ هذه المواقع بغض النظر عن البؤر الأخرى المنتشر بكافة البادي لأنه أي سي الآن تحصير حاصل إذا بتطلعت لما القوات المهاجلة الفظائل المسلحة الإرهابية لما تأخذ تدمر ما يشتاعة البادي بالكامل دخلت بخرق لتدمر ومن بعدها تبصت وإذلك هذه سياسة عشرية لما تضرب رأس الأفع أو تأخذ مركز الجنة معفير بيسقط كافة التوابع أو المواقع التابعة إلوه نحن هلأ نغطق الكيش العربي السوري مع القوات الرديدة والقوات العراقية الصديقة في عنا الأربع بؤر هدول هن البوكمال والميادين ودير الزور والرقة تقريبا رح نوصل أن هدول النقاط سقطوا ورح يسقطوا قريبا محسن الأول انتهت الحرب على سوريا نعم تحدثت التحليلات على أن البوكمال تشكل هدفا استراتيجيا للقوات السورية وربما يكون هل من المحتمل أن تكون أول معقل بارز لتنظيم داعش الذي يشهد عملية عسكرية مشتركة للقوات السورية والعراقية ممكن لأنه قيادات العراقية صرحت أنه لما وصلت الحدود السورية والتقيت مع القوات السورية الهدف اللاحق إلى البوكمال والميادين وينتظرون ساعة الصفر والتسجيق مع القوات السورية هلأ القوات العراقية والقوات السورية لما انتقل مع بعض الحدود السورية في فترة زمنية بسيطة لتجميع القوات والسراحة المحارب وتوضع الخطط الاستراتيجية للسيطرة على البوكمال والميادين لأنه البوكمال والميادين هي في العمق الداخلي للبادي السوري يعني يبعوض على التنف مسافة نيحة ونحن الحدود العراقية السورية الجيش العراقي يطهر الحدود السورية والعراقية من الشمال بجهة الجنوب ونحن من جنوب بجهة الشمال والتقضي منطقة سوف يمتابعون العملية وانا برأي هدف الميادين لأن الميادين هي البديل للرقة الداعش لما حسد في حالة أنه الرقة سوف تذكت نقلت كافة قواتها والدعم والآليات والأسلحة والزخيرة كل على الميادين يعني الميادين هي البديل عن الرقة ممكن تكون فيها صعوبة أنك ما في شيء صعب للجيش العربية السوري الميادين هدف اللاحق ممكن يكون الأربع نقاط لذلك لأن الرقة ودير الزور والميادين ولكمان بيكونوا بآن واحد نعم سيادة الميادين في اللاحق هدف الكوات العربية السورية هدف هدف أربع نقاط جيشنا يستخن اليوم يخلص السخنة بعد دقرة يبقى ما في الزامه وهدول القوات السورية إن شاء الله في القريب العجل ستضغل إليهم نعم إن شاء الله ويكون هذا الحال لذلك لما ممكن هذا أربع نقاط نحسن نعتبر الحرب على سوريا المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية التهت يعني أيضا الصواريخ الإيرانية التي كانت قد توجهت لداعش في دير الزور كانت محملة برسائر عابرة للحدود كمعنونة الصحف برأيك إضافة التي تحدثت عنه ماذا أضاف الحليف الإيراني للمشهد بهذه الخطوة طبعا الحليف الإيراني رد برد صاروخي مهم كتير على الاعتداءات التي جرت على البرلمان والمشهد بمشهد المنطقة خميني بطهران بإيران فرد عليهم رد مباشر من الأراضي الإيرانية وأصاب بواقع محددة هذه رسالة إلى القوى خلينا ما نحن نقول أمريكا أو السعودية القوى المعاجئة لسوريا خلينا نشمل لكل سوا إنه نحن موجودين إلى جانب الجيش العربي السوري كما الأصدقاء الروس موجودين ونستطيع ضرب أي هدف موجود بسوريا من إيران مع أنه ممكن كمان الصيران الإيراني يشارك بالعملية يختلف هذه القوات الأراضي العلاقية يوصل لكن آخر حاليا أنا برأيي هذه رسالة كثير مهمة للحلفاء اللي بسموا حال الحلفاء إنه الخطة الموضوعة هي خطة ثابتة ومحكمة وتوبة تسم لتطهير الشمال السوري والشرق السوري أو كمان حالي أولا اللي هي التاحش والنصرة أنه خارج اتفاق لا شتانة والرسالة الإيرانية أنا برأي كثير مهمة وليست رسالة بالواقع لكن هذا برهان على أنه نحن جاهزين ونعيد الكرة مرة أخرى ثانية وثالثة إذن هو جانب إلى جانب الرؤوسي وجانب السوري والحلفاء أثبت بجذارة أنه هو جاهز وليس فقط جاهز أنه على الأرض خبير الاستراتيجي والعسكري سيادة اللواء المتقاعد هيثم خليل شكرا جزيلا لك مشاهدين أمل أن نذهب لنتعرف على أسرار لم تعود كذلك على صفحات الصحف إنما بعد الفاصل كشفت صحيفة في تقرير لها أن إسرائيل والسعودية تجريان محادثات من أجل إقامة علاقات اقتصادية بينهما موضحة أن هذه الخطوة إذا نفذت يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والخليج العربي وستبدأ العلاقات الاقتصادية بالسماح للشركات الإسرائيلية بالعمل في الخليج وإمكانية السماح لشركة الطيران الإسرائيلية بالتحريق فوق الأجواء السعودية وأشرت الصحيفة إلى أن تقوية العلاقات مع إسرائيل تفسر جزئيا لماذا قاطعت السعودية وحلفاؤها قطر إلا أن مصدرا مقربا من القيادة السعودية رفضا فكرة التقارب بين البلدين قائلا إنه يعكس فقط رغبة البيت الأبيض في تحقيق نتائج سريعة بعد أن زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنطقة الشهر الماضي بدءا بالمملكة العربية السعودية وأضافت الصحيفة النصير ترامب ومستشاره نقشا مع ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحسين الدول الخليجية العلاقات مع إسرائيل تمهيدا لاتفاق سلام والاعتراف الكامل بكيان الاحتلال كدولة نقلت وسائل الإعلام السعودية ما كشفته صحيفة الجزيرة السعودية يوم أمس عن قيام الأمير عبد الكريم الثاني وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر بتقديم منزله لزعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصحب الزرقاوي ومنحه جواز سفر ومبلغ مليون دولار وأضافت الصحيفة أن وزير الداخلية القطري عبد الله بن خالد بن حمد الثاني فتح أبواب الإمارة عام 2013 للمقاتلين الأفغان ومنهم وهو متهم بإيواء متشدد في مزرعته في قطر ومدهم بجوازات السفر لتسهيل تنقلهم أما الآن ننتقل لنتابع صورا بين الواقع والسخرية منه في الفقرة التالية ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا للمقاتل